الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن وعلاه نحلقة نيني حلقة رغم اتنين او نينيا سيارة لها قبل أن ننها سيفاء الشيائس حسنا مدخل نين محمد صلى الله عليه وسلم ا البشر والناشئة والحوال قبل النبوة ما الأولى سيارات النار بركصات الشيائس pm نشأتني أخوة وطلقتهم 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 لأنهم سيخر أحوال قبل النبوة النبي أحقي بعثتهم تقول له الرسول أحقي أني أحوال قوية رقتي نسي وصنعتني الفقرات نالقابي نوقن نينها ورنيتشامل لكم النسبة الشريف وقبيلة نحن سيخر أحوال قبل النبوة والدعوة نحن أخر سنة رضاعة نكور وطلقتهم وطلقتهم وطلقة المعروضة نعم براءتك في بيت الرضاعة وانسي ونحن نشناتك لدينا حلقات لاري وليس يفاوليس هجتل سينو اللهم قن نيدن بك اه ان شاء الله اه اه النبوة والدعوة تلتونه قن طيب من انكي سألت ترس انا قبو ني نسب اوني قن ني نسب النسب الشريف اوني قن النبي صلى الله عليه وسلم هو اكرم خلق الله واخر الرسل افضل خلق الله قن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واخر الرسل قن خاتم الانبياء والمرسلين قن وخاتم النبيين محمد بن عبد الله بن عبد المناف بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فخر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن نياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن النبي صلى الله عليه وسلم ني نسب اكرم خلق من فلان فلان دفع محمد بن عبدالله اقرى ابن عبد المنطرب اقرى هي مبين عبد المناف اقرى مقصي اقرى بالشكل هذا بني اخرى قن مثلا خلق ان انت خلق من فلان دفعين كن عرابة طبعا. انت محمد بن عبدالله بن عبد المنطلب بني هاشم بني عبد المناف بني قسي بني كلاب يعني محمد عبد الله يقرى ابن عبد المنطر بقرى ابن عبد المناف يقرى ابن قسي يقرى كلاب يقرى مرى مراقرى مكعب يقرى عدنان تلقي ناسك وعدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام بالاتفاق عدنان يسترعيها من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام بالاتفاق ولكن لم يعرف بالضبط عددا ولا أسماء من بينه وبني إسماعيل عليه السلام أما أمه صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب بني عبد المناف بني زهرة بني كلاب وكلاب هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم وكلاب هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه فأبوه وأمه من أصل واحد اجتمعان في كلاب وكلاب هذا اسمه حكيم وقيل عروه لكنه لسيده بالكلاب فأجتمعان فيها يعني بني ديني خردي ني أن أمكر لأرسنك ني أصل لاحقن تنيها كلاب يستوك إن كلابه حكيم يانا كله ويوه يروي عروه يانا كله نيت كلاب شنستهوا قبيلة صلى الله عليه وسلم قبيلة النبي رخ وقبيلته صلى الله عليه وسلم هي قبيلة قريش المشهود لها بالشرف من أشرف قبائل العرب قريش قبيلة شريفة والرفعة وقداسة المكان بين سائر العرب نعم العرب من قول قبيلة نيري كان الرجوع الله كان بهر قبيلة قبيلة شريفة من أشرف القبائل العرب وهو لقب فهر بن مالك أو النظر بن كنانة قريش لقب قن وهو لقب فهر فهر بن مالك أو النظر بن كنانة وكلهم كانوا ساداتا وأشراف سادات وأشرافا ولكن امتاذ منهم قصي واسمه زيد لكني نادك رد قصيشتاو مميز رقوخ فلوي رقوخ حروي رقوخ أكاني توروخ زيادة رقوه قلو يسمى زيد آآ بعدة ميزات وراني قلت أني تميز أخوة بعدة ميزات رقوه قلوه يعني عزة حاجات ورق أشياء قريب قريب حاجات شي بستو قلوهم زيادة قدان تلت كمية ولم الصفات رقوه قلوهم حماس فهو أول من تولى الكعبة من قريش لاريا نالد أول إنسان كعبة سيشة خارقا قريش لد نا قصيق فكانت إليه حاجة حجابتها وصدنتها أي كان بيده مفتاح الكعبة يفتحها لمن يشاء ومتى شاء مفاتيح كعبة نا نا قصيق وكي جربوا كسك بدول أرقوخ جربوا إنسان كده بدول أرقوخ وهو الذي نزل أنزل قريشا ببطن مكة نقم كدنات قم دخلهم في مكة المنغل نقان دير وأسكانهم في داخلها كده نتشاكان نخ وكانوا قبل ذلك في دواحيها وأطرافها سلف شلت إن شلل نرور أرقوخ برور أرقوخ بره بره أرقوخ لكنني قلناتك جامع خلهم ومكة لناس خلهم من قريشتي نا قصي نا مفاتيح كعبة نيدي القوم من دواحي ناولد من أرياف ناولد من برور ناولد من بره لد نادكل لا كان لي كبولهم مدينة لي ناس خلهم جوا مكة القنق معناها متفرقين بين قبائل بين قبائل أخرى وكانوا قبل ذلك في دواحيها وأطرافيها متفرقين بين قبائل بين قبائل أخرى وهو الذي أنشأ الثقاية والرفادة والثقاية ماء عذب من نبي التمر أو العسل أو الزبيب ونحوه كان يعده في حياد من الأديم يشربه الحجاج وهو الذي أنشأ الثقاية يعني تمر لد سخري لد عجوة لد بلح لد زبيب لد نعصو حوالي تمامنا ترتب عسير سنك أو سنك نعصو لهم ان بهل الأصول لمرقوق انحجاج نالج جئدنو مانات ولمرقوق نان عسير رنباك عقور رنباك شابير رنباك سبحان الله لكن مانا ني نشئسيك تمر الجمعيك سخرا نعصو زبيب نعصو تكسك احوالي نعصو ولمرقوق سبحانه كوسي جئس ارقاك ني نعصو ما اول من نس نعصو نس سقايا سقايا جئس نعصو يعني نعذب من نبيض او نبيض 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 تمر سخري زبيب زبيب نبيض وليل جهازو لهم وليل اصول لهم ارقو احوالي اصول لهم ارقو رتب لهم ارقو رجع لهم ارقو تكس لهم ارقو ني نبك قدام سي ارقو طيب اه والرفادة كمان السقايا والرفادة ني ناو ودرقو ناو قصيد ارقو تعام كان يصنع لهم في الموثم وقد وقد بنى قصي بيت بشمال الكعبة لانقبر اه من الشمال جاب رد قد الكعبة تغد اه عرف بدار الندوة ناو ناو نين ني سمرا رقون دار الندوة وهي دار شورا قريش شورا ما قرح ناو ديبا وقد نان ناو ديبا لقتي ناو دار الندوة ونين نتأسسه ناو وسي نتأسسه عرف بدار الندوة وهي دار شورا قريش ومركز تحركاتهم الاجتماعية نيل ناو اجتماعيا ناو صبو ناو 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 عائلة ناو 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 فكان لا يعقد نكاحا فكان لا يعقد نكاحا نكاح ولا يتم أمر إلا في هذه الدار وكان بيده اللواء والقيادة فلا تعقد راية حرب إلا بيده وكان كريما وافر العقلي صاحب كلمة نافذة في قومه طيب ناو ناو خصيص إرقتي ناو دار سير نأنشئ أخوله السقايا نأنشئ أخوله الوفادة نأنشئ أخوله الوفادة نبرقن نسانحول لمرقوخ نسول لمرقوخ ناكبول لمرقوخ حج داجد آآ آآ السقايا نيا شراب لذيذ عذب سامح سقايا زبيب لذيذ تمر لذيذ آآ ناو ناو شمال مكة آآ كانت دار الندوة ثم وزيفة دار الشورى لقوريش ناو من كذلك ناو نعود في عقد تجريع المرسلات اكتماعات في مجلسات الاجتماعات في مجلسة وانتماخر فمتدعوا في الكويتات كتابة في قولتم والضعاب في طمعات قطع من قضاء الله المفرد بردان ومعرفة المدينة فقط لأنه سنة أفضل هكذا وأنه سنة أطلق كريم وأنه يجب أن يكون من أفضل لأنه يستسانك وكأنه سنة أفضل لأنه يجب أن يكون كول طيب ناني اسرة لقابي نوغن والسرط النبي صلى الله عليه وسلم وسرطني غا ان عائلتني همغن وسرط النبي صلى الله عليه وسلم وسرط النبي صلى الله عليه وسلم تلقى بقني ننسب دنيا قبيرتي تلدوينن ناني اسرت لنتنه هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلام اشتركوا في القناة